السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب طالبات الصف الخامس الابتدائي اهلا بكم في قناة سنتر الرؤى النهاردة نشرح النص المعلوماتي الاختلاف والتميز من منهج اللغة العربية الجديد الصف الخامس الابتدائي الفصل الدراسي الاول وما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس سيصلكم كل جديد والضغط على زر الاعجاب هل تؤمن بالاختلافات بين البشر جميعنا مختلفون منذ قديم الازل فانت لا تشبه اخاك ويختلف عنك جارك وصديقك وهكذا الاختلاف كاختلاف الليل والنهار هنا في سؤال الثاني بيقول لك هل تعلم الحكمة من اختلاف الليل والنهار ان اختلاف الليل والنهار من الامور التي تساعد الانسان على بقائه في صحة جيدة اختلاف الليل والنهار من الامور اللي بتساعد الانسان عليه على البقاء في صحة جيدة اذ يتمثل النهار في الحركة وقيامه بالعمل اما عند حدوث الليل فيعرض نفسه وجسمه للراحة ليجمع طاقتهم لليوم التالي النهار يمثل للانسان الحركة يبقى في النهار الانسان يتحرق ويقوم باعماله اما عند الليل يعرض نفسه وجسمه للراحة ليجمع طاقته لليوم التالي بالمملكة النباتية هناك نباتات تحتاج الى فترة اظلام يومية اقوال حتى تظهر ولذلك سميت هذه النباتات نباتات الليل الطويل يبقى في المملكة النباتية في نباتات بتحتاج لفترة اظلام يومية اطول حتى تزهر وتكون الصمار لذلك سميت بالنباتات الليلية نباتات الليل الطويل سميت بالنباتات الليل الطويل وهناك ايضا نباتات تحتاج الى فترة الى فترة اضاءة يومية اطول حتى تظهر ولذا سميت نباتات النهار الطويل يبقى في نباتات تحتاج الى فترة اضاءة يومية اطول حتى تزهر وتكون الصمار لذلك سميت بنباتات النهار الطويل اذا نقلنا نباتا من نباتات الليل الطويل الى بيئة فيها النهار اطول فان هذه النباتات تبشل في تكوين الازهار والسمار يبقى هنا يقولنا لو نقلنا نباتا من نباتات الليل الطويل الى بيئة فيها النهار الاطول نباتا من نباتات الليل الطويل تحتاج الى فترة اظلام اطول نقلنا الى بيئة فيها النهار اطول فان هذه النباتات تفشل في تكوين الازهار والسمار وكذلك بمملكة الحيوان حيوانات لا تنشط الا في الليل واخرى لا تنشط إلا في النهار هنا يقول لنا برضو في مملكة الحيوان في حيوانات لا تنشط إلا في الليل وأخرى لا تنشط إلا في النهار هنا في سؤال يقول لك كيف يؤثر اختلاف الليل والنهار على بقاء الإنسان في صحة جيدة هنا نقول إيه إذ يتمثل النهار في الحركة وقيامه بالعمل أما عند حدوث الليل فيعرض نفسه وجسمه للراحة ليجمع طاقته لليوم التالي طيب هنا يقول لنا ما معنى هذا الكلام كلنا متميزون نتفرد في الشكل والصفات وطريقة تفكيرنا ومستوى معيشتنا وملابثنا وما نقوم به من مهن وما ندرسه من علوم وكثير من أوجه الاختلاف يبهنا عيقول لنا إيه إحنا كلنا متميزون كلنا متميزون بننفرد في الشكل ننفرد في الشكل والصفات وطريقة تفكيرنا ومستوى معيشتنا وملابثنا وما نقوم به من مهن وما ندرسه من علوم وكثير من أوجه الاختلاف لكننا في النهاية نكمل وجه الحياة فلا يستطيع أحد من العيش من دون الآخر ولا يستطيع أحد أن يحل محل أحد أو أن يمحو أحد يبهنا عيقول لنا كلنا نكمل بعض في النهاية نكمل وجه الحياة في الآخر في النهاية نكمل وجه الحياة لا يستطيع أحد مننا أن يعيش من دون الآخر ولا يستطيع أحد أن يحل محل الآخر أو يمحوه الاختلاف سنة الحياة التي فطرنا الله عليها على سبيل المثال لا يتحدث الجميع لغة واحدة إذ يوجد بالعالم نحو مئة لغة تأتي في مقدمتها من حيث عدد متحدثيها لغة الماندارين حيث تتجاوز الأربعة عشر في المئة من سكان العالم كما في الصين وسنغافورة وماليزيا وتايوان إذن أقول لك أن الاختلاف ده سنة الحياة اللي ربنا فطرنا عليها على سبيل المثال لا يتحدث الجميع لغة واحدة إذن الجميع لا يتحدث لغة واحدة يوجد في العالم نحو مئة لغة تأتي في مقدمتها من حيث عدد متحدثيها لغة الماندارين لغة الماندارين تتجاوز الأربعة عشر في المئة من سكان العالم زي في الصين وسنغافورة وماليزيا وتايوان تاليها اللغة الإسبانية التي يتحدث بها ستة في المئة من سكان العالم أغلبهم بقارة أمريكا الجنوبية تاليها الإنجليزية التي يتحدث بها نحو خمسة وخمسة من عشر في المئة من سكان العالم ثم الهندية التي يتحدث بها نحو أربعة وسبعة من عشر في المئة ثم اللغة العربية التي يتحدث بها نحو أربعة واربعة من عشر في المئة من سكان العالم هذا بخلاف ألوان البشر والمهن التي يقوم بها خلق الله هنا السؤال بيقول لك فيما يختلف كل مننا عن الآخر بيختلف كل مننا عن الآخر في اللغة وألوان البشرة والمهن التي يقوم بها خلق الله هنا يقول لنا الاختلاف سنة الحياة دلل بمثال على صحة العبارة السابقة هنا الاختلاف سنة الحياة التي فطرنا الله عليها على سبيل المثال لا يتحدث الجميع لغة واحدة لا يتحدث الجميع لغة واحدة إذ يوجد بالعالم نحو مئة لغة تأتي في مقدمتها من حيث عدد متحدثها لغة الماندارين الاختلاف لا يقتصر فقط على البشر لكنه يمتد إلى الكون من حولنا والذي يحتوي على مئات المجرات السماوية التي تضم بداخلها ملايين الكواكب والنجوم التي تختلف عن بعضها فالكواكب مظلمة باردة تعتمد في النور والدفء على النجوم وبخاصة الشموس منها كما ينقصم كوكب الأرض الذي نحيا عليه إلى يابسة ومياه كما أن المياه ليست واحدة فهناك العزبة بالأنهار والمالحة في البحار والمحيطات يبهن عقول لنا أن الاختلاف لا يقتصر فقط على البشر بل الاختلاف ده بيمتد إلى الكون من حولنا الكون بيحتوي على مئات المجرات السماوية اللي بتضم بداخلها ملايين الكواكب والنجوم اللي بتختلف عن بعضها ففيه كواكب مظلمة باردة بتعتمد في النور والدفء على النجوم وبخاصة الشموس منها كما كوكب الأرض الذي نحيا عليه ينقصم إلى يابس وماء يابسة ومياه المياه برضو في منها العزبة بالأنهار والمالحة في البحار والمحيطات هل أدركت معنى الاختلاف هو ببساطة تفرد كل مخلوق في ذاته بصفاته وهيئته من دون أن يقلل هذا من شأنه وقدره أو أهميته بالحياة في الوقت نفسه الذي يحتاج فيه كل مخلوق لغيره حتى تتكامل الحياة هكذا يمكننا أن نقول نحن مختلفون نحن متكاملون هنا معنى الاختلاف تفرد كل مخلوق في ذاته بصفاته وهيئته تفرد إيه؟ يعني انفراد كل مخلوق كل مخلوق يبقى منفرد في ذاته بصفاته وهيئته من دون أن يقلل هذا من شأنه وقدره أو أهميته بالحياة في الوقت نفسه يحتاج فيه كل مخلوق لغيره حتى تتكامل الحياة هكذا يمكننا أن نقول نحن مختلفون نحن متكاملون قاموس الأضواء الكلمة ومعناها أول كلمة معانا الأذل معناها القدم يتمثل المراد يظهر مهن معناها أعمال نكمل معناها نتمم يستطيع معناها يقدر يمحو معناها يخفي يزيل فطر معناها خلق تتجاوز معناها تتعدى تليها معناها تأتي بعدها يقتصر معناها يكتفي يمتد المراد ينتشر نحيا معناها نعيش تفرد معناها تميز هيئة معناها حال شأن معناها منزلة قدر الكلمة ومضادها أول حاج معنا الاختلاف مضادها التشابه قديم مضادها حديث الأزل مضادها الحداسة الحركة مضادها السكون إظلام مضادها إضاءة نكمل مضادها ننقص يمحو مضادها يثبت فطر مضادها أثناء أهلك يقتصر مضادها يتجاوز يقلل مضادها يزيد تتكامل مضادها تتناقص بعد كده عندنا المفرد جمع جار جمعها جيران الحكمة جمعها الحكم المملكة جمعها الممالك الشكل جمعها الأشكال طريقة جمعها طرائق وجه جمعها وجوه أوجه سنة جمعها سنن الكون جمعها الأكوان النور جمعها الأنوار مخلوق جمعها مخلوقات الحياة جمعها الحياوات الجمع مفرد الأمور مفردها الأمر الصفات مفردها الصفة مهن مفردها مهنة علوم مفردها علم سكان مفردها ساكن المجرات مفردها المجرة الكواكب مفردها الكوكب النجوم مفردها النجم الشموس مفردها الشمس المياه مفردها الماء الأنهار مفردها المهر مختلفون مفردها مختلف أضوى عن نص المعلومات في السؤال والجواب أول سؤال معانا يقول لك من مقصود بالاختلاف هو تفرد كل مخلوق في ذاته بصفاته وهيئته دون أن يقلل هذا من شأنه وقدره أو أهميته بالحياة السؤال الرقم اثنين لاختلاف الليل والنهار أثر على صحة الإنسان وضح ذلك حيث يساعد اختلاف الليل والنهار على بقاء الإنسان في صحة جيدة لأن الإنسان يقوم بكل أعمالهم نهارا أما ليلا فيعرض جسمه ونفسه للراحة استعدادا لليوم التالي السؤال الرقم ثلاثة لماذا سميت نباتات الليل الطويل بهذا الاسم؟ لأنها تحتاج إلى فترة إظلام يومية أطول حتى تظهر الرقم أربع لماذا سميت نباتات النهار الطويل بهذا الاسم؟ لأنها تحتاج إلى فترة إظامة يومية أطول حتى تظهر السؤال الرقم خمسة يقول لك نحن متميزون لكننا متكاملون وضح المقصود من العبارة السابقة يقصد بهذه العبارة أننا متميزون حيث نتفرد في الشكل والصفات وطريقة تفكيرنا ومستوى معيشتنا وملابثنا وما نقوم به من مهن وما ندرسه من علوم وكثير من أوجه الاختلاف لكننا في النهاية نكمل وجه الحياة فلا يستطيع أحد منا العيش من دون الآخرين السؤال الرقم ستة أذكر بعض أوجه الاختلاف بين البشرين هنا عندنا اللغة لون البشرة المهن السؤال الرقم سبعة هل يقتصر الاختلاف على البشر ولماذا؟ لا لأن الاختلاف يمتد إلى الكون من حولنا السؤال الرقم تمانية أذكر مثالا على الاختلاف في الكون المجرات السماوية التي تضم بداخلها ملايين الكواكب والنجوم التي تختلف عن بعضها السؤال الرقم تسعة ما أهمية الاختلاف بين البشرين باختلاف البشر يؤدي كلا منهم دورا مختلفا عن الذي يقوم به الآخر وبهذا يكمل كل منا جزءا فارغا في الكون فتستقيم الحياة السؤال الرقم عشر ماذا يحدث إذا خلق الله جميع البشر متشابهين لن تتنوع الفكر والإنجازات لن تكون هناك رغبة في التعاون إذ لا يكمل بعضنا الآخر وبكذا يكون وصلنا معكم لنهاية الدرس النهاردة أرجوكم استفدتم معنا الدرس القادم عن حل مع بعض تدريبات الأضواء على النص المعلومات فما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لأصلكم كل جديد والضغط على الزر الإعجاب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة